مرحبا برج الثور اهلا فيكم في قراءتكم العامة نبتدي باربعة الخماسيات هذا الكرت يعني نوع من انواع البخل ولكن مشرط البخل اللي انت قاعد تظهره قاعد اشوفه هني في الوظيفة او المشاريع في شخص في محيطك اعلى منك او تتعامل معه دائما يرغب ان يخليك قريبا منه يعني مثلا اذا انت باستطاعتك في مشروعك ان تنتقل الى العالمية ان تنتقل وتتوسع الى دول اخرى هو يرغب ان يخليك فقط محلي فقط قريب منه وراح اقول لك ليش اذا كنت في وظيفة فهذا الشخص لا يريدك ان تصل الى مناصب اعلى او تتحرك من جنبه لسبب مخفي عنك يريدك ان تبقى الى جانبه ودائما مخلنك اقرب اليه انت تعتقد ان نية تصافية ان تعتقد ان يسوي هذا الشيء بسبب مشاعره او بسبب اشوفك هنا انت محسن النية محسن النية وتتوقع ان يريد الافضل لك ولكن هذا الشخص يريد ان تبقى قريب منه لكي يضعك في قنينة لكي يحبسك عشان يخليك لان ما يتمنى لك الخير ما يبيك تصل الى العالمية اشوف هنا برج الثور انت باستطاعتك ان تكون اقوى بكثير وتنجز بكثير اكثر من المستوى اللي انت موجود فيه حاليا ليش هذا الشخص قاعد يتصرف بهذه الطريقة عندنا الخماسي الاول وهو افضل الخماسيات البداية الجدة هذا الخماسي هو خماسي الترقية الفرصة المنصب المشروع اللي ينجح فنقدر نتوسع ونفتح فرع اخر هذا هو القادم في طريقك ولكن وراء هذا القادم عندنا هذا الشخص ممكن يكون من الابراج النارية ملكة النار او ملكة الاخصان هذه الملكة هي ملكة انانية وعنيدة بطبيعتها تحب كل شي من اجل نفسها اذا قربتك قربتك من اجل نفسها اذا كانت طيبة معاك فهو من اجل نفسها لا تخطئ لدقيقة ان تعتقد ان هاي الانسان اللي حولك يقربك من اجل من اجلك انت من اجل حبه فيك لا لان انت في منصبك الحالي في عملك الحالي مفيد له هو يستفيد عن طريق ان يضعك في مكان معين ما تستطيع تنمو فيه في وظيفتك الحالية او حتى بغض النظر في مكانك الحالي وظيفيا بزنسا انت تقدر تنمو تصير اكبر بكثير كان ما هذا الشخص قاعد يحاول ان يؤخر او يمنع هاي الفرصة كل فرصة عمل او فرصة ترغية تأتي في طريقك يقولك او شجعك ان ما تاخذها او يتكلم بدالك يتكلم بدالك ان فلان من برج الثور غير راغب ان ينتقل من هذا القسم غير راغب ان ينتقل الى المشروع الجديد المحل الجديد احذر من هذا الشخص ان في شي جميل قادم في طريقك فرصة جديدة فرصة من الله سبحانه وتعالى مهيئة لك الاسباب فيها كلها بتفاصيلها مهيئة لك عشان تأخذها وتنتقل الى مرحلة اجدد تنمو انت محتاج الى النمو صالك فترة طويلة اشوفك يا برج الثور تعوت على وجود هذا الشخص وصار مريح بالنسبة لك ان تبقى على الوضع الحالي لا لا تبقى لان انت باستطاعتك ان تكون اكبر انت كبير بطبعك وانجازاتك كبيرة وعظيمة فلا تخلي هذا الشخص يضع مثل القنينة على انجازاتك ويقولك فقط هذا حدودك حدودك محلية لا انت حدودك اشوفها في المشاريع وفي الوظيفة عالمية الطلب يأتي عليك والفرص تأتي عليك من دول خارج دولتك انت احذر من هذا الشخص وكون منفتح للفرصة اللى امامك انزل نشوف جانب الاموال عندنا ثلاثة الاكواب وعندنا كارت الحالم الكارت رقم صفر وعندنا خمسة الاغصان برج الثور الاموال في حياتك ستتدفق الماء انا لما اقول ستأتيك الاموال وبعدين اشوف الناس يكتبون في الكومنتات كأننا انتظر اموال وما اتتنا دائما الطاقة وراها شرط الشرط السعي ان انت تسعى في توفيق وفي طاقة متوفرة ولكن تأتي عندما يكون برج الثور اما عنده وظيفة اما عنده مشروع اما انه يستيقظ كل يوم يسعى مو موجود كل يوم في المنزل وينتظر احد يدق عليه الباب يقول له والله اتتك اموال مو هاي الطاقة اللي اتكلم عنها اتكلم عن طاقة هني الاموال تتدفق في حياتك ولكن مو انت بروحك انت والمحيطين حولك اذا انت المشابهين لك في الوظيفة هم اخوانك خواتك اصدقائك العائلة نفسها كلكم راح اشوف هني فترة تمرون بفترة جدا مقاربة مع بعض تشوف مثلا فترة مقاربة كل العائلة يصير فيها حمل جماعي انت هني راح تمر بحالة مشابهة ولكن بدل الحمل كلكم تأدون ديونكم بقدرة قادر صير تسهيل عندكم من الله ان تأدون ديونكم وايضا تأتيكم اموال ظل الاموال تتدفق ظل تدفق مو بس في حياتك انت انت واخوانك انت واصدقائك يا برج الثور كلكم راح يصير عندكم صعود متزامن هذه هي الكلمة متزامن متزامن يعني كلكم تصعدون مع بعض انت واللي تحبهم لان عندنا ثلاثة الاكواب هو كرت الجماعة من جماعتك اللي تحبهم صعود مثلا اخوك يتخرج وانت حصل على وظيفة وايضا اخوك الثاني ينجح صعود مع بعض وبشكل عام تأدية ديون عندك من ناحية الاموال راح تستطيعون ان كل شخص ولكن بعد الاموال ما تأتي وتأدون الديون ابتداء من شهر سبعة على الاقل بوادرها شهر سبعة مو معنات ان كل الديون تختفي مع دخول شهر سبعة لا افهموا الامق من كلامي عندنا كرت هنا رقم صفر كل واحد منكم راح ياخذ هاي النجاح وينطلق الى درب مختلف يمكن بعضكم يحبون يدخلون جانب المشاريع بعضكم يحبون التوفير راح يوفرون اموالهم بعضكم يدخلون العقارات كل شخص اشوفه هنا انت و جماعتك واحبائك راح تستثمرون بطريقتكم الخاصة ولكن احذر كل الحذر في شخص او شخصين من هالجماعة شخص او شخصين راح يقوم بتصرف طائش لان عندنا هاي كرة الاحمق تصرف طائش في استخدام الاموال اللي تأتيكم دفعة واحدة يتصرف تصرف خاطئ ما يستثمرها في مكانها الصحيح ما يحافظ على الفلوس يعني يبذرها بسرعة وبعدين يرجع يقول لك عطني يا برج الثور ما يصير وايضا عندك طاقة الحسد لكل يحسدونكم خصوصا احذر من الناس في هالفترة اللي تأتيكم الاموال ان النعمة ما تظهر وتظهرها للعلن بشكل واضح انت وحبايبك لان عندك طاقة العين راح تكون عليكم والعين حق مثل ما احنا نعرف فاحذر ان ما تظهر يعني بشكل خصوصا الناس اللي قتلك يدخلون بيتكم الضيوف الجيران الاهل اللي مو متعودين ان انت دائما يكون عندكم هاي الكثر اموال في حياتكم احذروا منهم لا تراونهم كل شيء علنا لا تفرشون اموالكم وفلوسكم وذحبكم وكل شيء تملكونه من مصادر الرخاء في الحياة امامهم لا احذروا لانه راح يدخل ما بين هالحبايب عدو عدو يريد التشتيت يريد التفرقة فرصة جدا جميلة من الناحية المالية يا برج الثور راح ننظر الى جانب الدراسة الكثير منكم طلبة او حتى تعملون وتنظرون الى الدراسات العلية عندك ملكة السيوف ملكة السيوف احبها جدا ملكة الذكاء هي ولكن اوقات تتسرع في سحب السيف لان هي ملكة السيوف تتسرع في سحب السيف ما عندها صبر من ناحية العلم انت عالم لان تشوف هنا ملكة السيوف عندها كأنما مثل الزجاجة او سوري الكورة كورة الزجاج اللي تستطيع ان ترى فيها كل الحقائق نعم تقدر تشوف كل الحقائق ذكي ومتمكن دراسيا فانت مقبل على مرحلة علميا انت صح ولكن وراها كارت برج القوس الاعتدال وراها ايضا ثمانية الاكواب قاعدة اشوف ان يا برج الثور احذر خلال هذا الشهر ان انت ما تفكر الامور بطريقة مستقيمة يعني انت هني مثلا اشوفك اخترت تخصص وقررت ان تدرسه وبعد شمسنا تقول راح ادخل في دراسات علية النجاح طريقة مو مستقيم في شي لازم تتركه عشان تصل لمرادك بما معنى مثلا انت درست هندسة بترول او درس تخصص معين اذا جيت بتاخذ او تقبل وظيفة مو شرط تقبل وظيفة بالضبط تكون الا في تخصصه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اقبل خلك منفتح امام الخيارات الثانية وان كان تخصصك بعيد لا تشوف الامور بطريقة فقط مستقيمة حد السيف واحد اثنين ما عندي لا خل عندك مرونة محتاج مرونة برج القوس هاي الفترة بما معناه اذا مثلا انت درست هندسة بترول اتتك وظيفة ثانية مقاربة ولكن شوي بعيدة درست مثلا ادارة اعمال اتتك وظيفة في المبيعات لا بسرعة تعرض عن الفرص الفرص تمر كمر السحاب كما قال احد الصحابة الفرص تمر كمر السحاب فكأنما هنيت طاقة تقول لك نعم انت الحين اشوفك يا برج الثور متربع على عرش الاموال قد رازك في العمل وفي المشاريع متربع متربع ايضا مقدم على فترة ستتربع فيها على قمة اللي قاعدة اشوفها هي قمة قمة لها رملك ولكن احذر انه ما بسرعة تسحب السيف او تكون مستعجل في قراراتك واحد زائد واحد يساوي اثنين لا خل عندك شوي مرونة اذا اتتك وظائف خارج عن تخصصك في الجامعة احتمال بكرة تسمع من احد الاصحاب ان تخصصك انت اصبح ما عليه كثير عرض في سوق العمل ادرس تخصص ثاني خذ باراء الناس تميزك انت العلمي مو شرط يعني النجاح المهني انت لازم تفهم ان الدراسة والنجاح المهني مرتبطين ببعض فشوف السوق الرسالة اللي كهني ان تشوف السوق اسمع اراء الناس اذا مثلا درست تخصص شفت انه ما علي طلب عادي جدا انك تتركه وتذهب الى تخصصه الحين سمعت عنا يوجد عليه الكثير من الطلب تخصصت وبعدين تكتشفت انه مثلا دراساتك العلية لازم تاخذها في تخصص بعيد او ثانوي خلا عندك مرونه بشكل عام في حياتك الدراسية ولا تظل ترى الامور بشكل مستقيم انزل خلا نشوف الحين هني جانب الهجرة اللي منكم ينتظرون امور بخصوص الهجرة ما هي الاخبار ما باقول لك باب انا ما احب ابالغ في وصف الامور مو باب في نافذة النافذة اصغر من الباب النافذة ستبتدي تنفتح عن شي انت انتظره بخصوص الهجرة ولكن انت لازم تكون دائما المقدم تقدم تراجع دائما تروح تحصل على الاخبار لانه تشوفك انها برج الثرد من ناحية الهجرة انت ما عندك شي تخسره ما رح يسحبون عليك السيف صح؟ ما عندك شي تخسره الشخص اللي دائما يبيهاجر من بلده يكون ما عندك الكثير ليخسره مستعد انه يغامر فانت هني محتاج خلال هاي الشهر انه الظل كأنه ما تترقب الظل تبحث عن الاخبار تتنقل تذهب من دائرة لدائرة من مكتب الى مكتب ايضا من سفارة الى سفارة انت ما تعلم هني يقولك انت ما تعلم وين رح يكون رزقك ووين رح تمر تتم الموافقة عليك اشوف هنا كأنه ما فيه جهة معينة رفضت استمارة الهجرة تبعك في الماضي مش هرض انها رح تضل رفضتها للابد لان هذا شي حدث في الماضي عندنا ست الاكواب الرفض يوم من الايام قبل سنة سنتين تسع شهور مش معناته الرفض ابدا طول العمر ما حيا برج الثور لا في جهة رفضتك رح تبدى تكون عندها بوادر كأنما يستقبلون على الاقل استمارتك من جديد لا تستسلم ظل قدم وظل ابحث عن الاخبار وايدي هني يا برج الثور اشوف عندك طاقة اخبار تأتيك من اللي حولك اخبار ابحث في الاخبار انزيل وظل قدم لا تستسلم ظل قدم لان اشوفك هنا ما عندك شي تخسره ولا عندك شي حتى تكون خجول بشأنه هذا الشي ما يصير تكون خجول وتسعى له في نفس الوقت في فرصة رح تنفتح امامك ولكن بطيئة بما انها الكوب الصغير بطيئة وتحقيقها ما يكون بين يوم وليلة ولكن على الاقل بداية قبول اوراقك الرسمية تكون من هاي الفترة جانب الصحة برج الثور اذا ناديدك برج الاسد فاعتذر ولكن انا شفت امامي كرت برج الاسد وهو كرت القوة في جانب الصحة عندك كرت برج الاسد ثمانية السيوف وعشرة الاكواب دائما اقول لك عزيزي برج الثور لا تتحمل الكثير من الالتزامات المسئوليات الهموم في العمل في المنزل لدرجة انها تأثر على صحتك برج الثور هي من الابراج هو من الابراج سوري اللي دائما يثبت لنا ان الكر رح يستسلم وهو رح يضل باقي ونحبك على هاي الطبع اللي فيك ولكن في شيء هنا كثرة المسئوليات كثرة الالتزامات قاعدة تؤثر عليك على صحتك على اغلب الاحتمالات شيء خص انسداد هنا عندنا كثرة الاكواب شيء خص الانسداد انسداد شرايين حتى انكتام نفس شيء يتوقف عندك انكتام نفس نغزات تحس بنغزات عندما تتنفس في شيء ينكتم تحس بكتمة كتمة النفس هذه ناجمة عن توتر وكثرة الالتزامات فحال الوقت ان انت شوي ترخي اعصابك وتخفف المسئوليات والحمل من على ظهرك نشوف الجانب القانوني اذا بانتظار اي موضوع في النظام القانوني او القضائي في الدولة عندك عندنا ثلاثة الخماسيات وراها اربعة الاكواب وراها ثمانية الاكواب مرج الثور في النظام القانوني هذا الكرت اول شي تكرر في القراءات بما معناه انه رح يكون طاقة عامة لشهر يوليو ثلاثة الخماسيات هنا قاعدة اشوف في النظام القانوني اذا عندك قضية انتظر حكمها الحكمة رح يصدر ولكن انت مراح تكون سعيد بالتقسيم مراح تكون سعيد بالتقسيم لانه كأنما انت هنا قاعدة اشوفك تفض زواج تفض شراكة تفض عقد تريد ان تنهي شيء تتخلص او تتملص يعني تطلع من شيء تطلع من التزام انت اخذته سابقاً وكنت تتوقع للنجاح ولكن هذا مو بسبب انت ولكن بسبب احتمال اطراف ثانية اذا كنت في زواج كأنما الشريك اذا كنت في مشروع شركائك في المشروع وهما اللي ارادوا الخروج قبلك صح؟ ولكن هني شنو اللي رح يصدر في الحكم اشوف ان اللي رح يصدر رح يكون التعميم عليكم كلكم في خسارة مادية او في التزامات الكل رح يضطر يتحملها انت والاطراف الباقية تتحملونها بشكل متساوي اللي قاعدة اشوفه هني انك ما رح تكون سعيد بالحكم لانك تحس مو انت اللي رفضت ان تعمل معاهم او تتعاون معاهم وهما اللي رفضوك وهما اللي قاعدين يحولونك سوري يحملونك الثمن ثمن عدم رغبتهم في الابقاع على الشراكة سواء كانت شراكة مشروع شراكة زواج شراكة من اي نوع من الانواع وهما اللي يرفضون وانت اللي يحملونك في الخسارة المادية ف اذا لقيت ان هاي المعلومة تنطبق على حالتك اسرع و اشرك النظام القضائي في هاي الحقيقة عشان بعدين مو لما يصدر الحكم وينتهي الحكم تكون مو سعيد بالنتيجة او مو راضي عن النتيجة تحرك من الحين لازم تكون اكتف او فعال في الكلام الحديث تكلم هنا اشوف عندك زعل وحزن وعدم رضا ولكن كلم خلنا في قلبك تكبت تكبت يا برج الثور طبيعة التحمل عندك قاعد يأثر هنا على صحتك سببلك نوع من الانسداد وايضا حتى الحكم ما راح يطلع الى صالحك اذا ضليت ساكت ومتحمل حان الوقت انك تفرش السجادة وتتكلم وتعبر وتقول من اللي كان مخطئ ومن اللي اراد الانسحاب انزين الحين ننتقل الى العاطفية انزين راح اقرأ لكم الشعر اللي ظهر لكم وهو هذا هذا الجزء هو جزء برج الثور يقول لك ذلك الشخص الذي يشاهد حسن الحبيبة وعارضة يدين فيهما النظر من المحقق انه سيحصل في النهاية على الرشد والبصر مرادك ، مرادك يا برج الثور في النهاية ستحصل عليه ستحصل على الحب ستحصل على زواج الحب حتى ستحصل على الشخص اللي انت استحقه وهو يستحقك مرادك مع الحبيب سيتحقق يقول لك من المحقق أنه سيحصل في النهاية على الرجل والبصر تدري ليش؟ لأنه يقول لك هنا يديم فيهما النظر أنت كبرج الثور تتمتع بطبع اسمه قوة التحمل واسمه الاستمرار لما باقي الأبراج يتعبون يتنازلون ينسحبون أنت تبقى هذا الشيء مثل مراويتك يأثر على صحتك ولكن في نفس الوقت يخليك أنت أكفأ وأجدر من تحصل على الجائزة الأمنية لما يأتي الوقت عشان تتحقق أمنياتك أنت الأولى من بين كل الأبراج أشوفه في هاي القراءات لأن أنت أكثر واحد تحملت أنت أكثر واحد صبرت الكل كان يصبر ولكن شوف كل الأبراج في صبرهم دائما يشتكون الكثير تعبنا كثير صبرنا كانت سنة تعبانة علينا إلا برج الثور طاقة هادئة يظل متحمل يظل عنده أمل فأنت أقولها لك وباستحقاق أنت اللي المفروض وهني القراءة تقول لك أنت اللي أول من يستلم ومن ييته في الحب أنت ولقد جعلنا رؤوسنا كالقلم مطيعة لأمره في آلاته يقطعها بضربة واحدة من سيفه طريت الوضوح طاقة السيف تطلع لنا هنا مرة أخرى ضليت مو بس متحمل مطيع أيضا مطيع لأمر الشريك يعني كأنما أشوف هنا برج الثور ما غلط ما كان انتهازي ما كان استغلالي ما شاء على الطريق الصحيح على الطريق اللي يرضي الله ورسوله مع الشريك سويت كل اللي تستطيع أنك تسوي مثل ما نقول رأيتك بيضة أنت ولكن حينك أنما وصلت إلى مرحلة تريد فيها الجواب هل سترجع أو ما راح ترجع هل بينا زواج أو ما بينا زواج وصل الوضع أنك تريد الوضوح يقول لك والعاشق فيه وصالك كالفراش التي ظفرت بالشم تتجدد رأسها في كل لحظة تحت ألسنة لهبك الشريك الحالي اللي تسألني عنه مثل الفراشة على الشم الفراشة تذهب إلى نور الشم أو النور المتقد فكأنما هو هذا الشريك ترى منجذب لك ويرغب بشيء أكثر معاك ولكن ترى فيه شيء يمنع شنال اللي قاعد يمنع عمر الفراشة الفراشة عمرها ليس طويل بما أنها حشرة وعمرها قصير وتمر بالكثير من مراحل كناية على أن شريكك دائما يدخل ويطلع عكسك مو أنت برج الثور دائما باقي دائما تتحمل يعتمد عليك شريكك اللي تتعامل معه احتمال يمكن يكون هوائي يمكن ناري وهو اللي بسرعة يتغير وينسحب وغير كلامه ويغير في وعوده لأن عمره الفراشة مثل ما قد لك ليس طويل بس مو أنت يقول لك ولي ربما استطاع أن يصل إلى تقبيل أقدامك من جعل رأسه دائما كالأعتاب لبابك انت تقول تتمنى شخص هني يقول لك الشخص اللي رح تحصل عليه هو اللي يستاهلك اللي جعل رأسه دائما كالأعتاب لبابك تتمنى شخص وحاط في بالك يمكن أيضا شخص ولكن اللي رح تناله اللي تستحقه اللي ما تستحقه رح تشوفه في حياتك مثل الفراشة يدخل ويطلع حتى لوش كثر كنت متمسك فيه واللي تستحقه هو اللي في النهاية يصل إلى تقبيل أقدامك وهو اللي يصل إلى عتبة محلتك عرفت قصتي؟ هو اللي يبقى اللي يبقى هو الأفضل الصالح وأنا ملول من هذا الزهد الجاف فأين الشراب المروّق الصافي؟ تبحث عن وضوح الأمور مع الشريك وتعبت من تغير الأحوال يوم يبقى ويوم يرحل فإن رائحة الخمر تنعش دماغي وتحيي أنفاسي تنتظر على الأقل ولو ريحة ولو خبر من هذا الشخص ولو إشارة يعطيك إشارة إشارة إيجابية إشارة سلبية تنتظر على الأقل من إشارة عشان تعرف اللي لك واللي عليك يقول لك وإذا لم يكن لك فائدة من الخمر أليس يكفيك منها أنها قادرة على أن تجعلك لحظة واحدة لا تحس بوساوس العقل شنو فائدة الأمل والتعلق بالشريك؟ أنت الحين تحس مثلا أنه ما في فائدة لأن هذا الشخص لحد الآن ما رجع تعلقك مو بالشخص نفسه بالحب أنت مثلا لما تقول أريد فلان ورد فلان يرجع لي يرجع لحياتي أنت مو فقط متعلق فيه أنت متعلق لحد الآن بفكرة الحب نفسه الأمل نفسه وهو اللي يحييك ترى وهو اللي يخليك متمسك بالحب عندك أمل في الحب ومثل ما شفنا في بداية القراءة أملك في الحب وهو اللي يوصلك للحب نفسه مشرط الشخص ولكن الحب نفسه السعادة نفسه انزل وذلك الشخص الذي لم يخرج بقدمة عن طريق التقوى والصواب هل رأيته الآن وهو يرغب في السفر إلى حانة الشراب قاعدة أشوف الحين برج الثور بعد فترة والحين لا بعد فترة بعد شهور بعد سنين ما تمر وإنت تحصل على مرادك هذا الكلام بعد أن تحصل على مرادك الشخص اللي كان في حياته أو في حياتك سوري مثل الفراشة يدخل ويطلع وما يبقى وما يعتمد عليه هو الشخص اللي يصير مثل شنو يرغب في السفر إلى حانة الشراب يرغب أنه يرجع إلى مكان هو تركه من الأساس ممكن أنه يا برج الثور كأنا قاعدة أشوفهني تأتيك فرصة زواج فرصة ارتباط بشخص جاد أكثر يعتمد عليه أكثر أو تأتيك على الأقل فرصة إذا كنت أصلا مرتبط تأتيك فرصة أنه تعيد أملك بهذا الشخص في شخص يحسي هنا أنه خذلك لأنه هو انسحب من حياتك هو يرغب في الرجوع ولكن أشوف أن الرجوع ما راح يأتي إلا بعد أنت ما تنضي عنه وتنضي في طريق بعيد تعيش خلاص تتزوج شخص ثاني أو تبتدي علاقة مع شخص ثاني يبتدي يدق بابك شخص ثاني وقلب حافظ الكثير شبيهم بزهرات العل والشقائق وسيحمل معه لجوف الثرى وسم الهواء المستعر في كبدة حاليا شريكك أو الشخص اللي تسألني عنه قاعد عند الكثير من الشوق الكثير من الرغبة دائما هنا يتكلم لنا عن الشمعة والاشتعال والفراشة في عند الكثير من الكلام اللي يرغب أن يقوله لك الكثير من الاشتياق الكلام تعبيره تعبيره عن مشاعره تجاهك ولكن ما يقدر كأنما أشوفه هنا أحس نفسه أنه ما يقدر يوصل لك مشاعره لأنه يمكن ما رح بما أنه عند الفراشة ما رح يسعى الوقت ما رح تسعى الموارد أنه فعلا يقدم لك شيء ذاقيمة يعني شيل فايدة كأنه ماهني يقول شيل فايدة أقول لك مشاعري وأنا في النهاية ما أستطيع أعطيك اللي أنت تنتظره أنت مثلا تنتظر زواج أنت تنتظر شخص على قد المسؤولية أنت تنتظر شخص معين في بالك فكأنما هني يا برج الثور في الرسالة العاطفية لك قاعدة أشوف وضعك الحين وقاعدة أشوف وضعك بعد ما تمضي سنين وترتبط بشخص أكفأ أجدر وتنظر للشخص القديم كأنما مثل السراب مثل الحلم اللي أنت خرجت منه بعد فترة من الزمان عزيزي يا برج الثور هذه كانت قراءة